أم بتقول أنا بنتي عمدها سبع سنين بتأكل ضوافرها وتعضب ضوافرها دايماً ومهما عملت بلاقي صوابها متعورة ومفيش فايدة هي حسن المشكلة النفسية يا إما إنها حاجة موروثة في الجينت وإنها بتقلد أمها من خلق بتاكم بالها وحاجة تانية لها علاقة بالغضب بتاع الطفل الطفل ده هو الغضب بتاعه بيعمله على هيئة عدوان يا إما العدوان ده على أشياء في البيت بتلاقي عمال بيرزع بيكسر خلي بالك من الكباية روح بجقرنيها أي حاجة بهم يعني يجنلك أو إنه هو يعتدي على نفسه فيبضل طول الوقت عمال يياكل نفسه لا يبقى فيه أطفال بيشرطوا نفسهم يشدوا شعرهم وارد تكون الأم أو الأب عصبيين أو بيعاكبوا بعنف شوية؟ ما هو ده اللي بيخلي الطفل دايما الغضبان إنه بيحس إن الطفولة بتاعته موقودة يعني محدش عايز يحترمها الطفل لما بيتعرض إلى هذه المشكلة في التربية بتاعته بيتولد عنده مشاعر حياة خاطئة جوابقة ما بين الغضب والعصبية والتوتر الأب والأم أنا عارفهم متأكد أنهم بيحبوا أولادهم طبعا لكن وسيلة تربية الأبناء مش بالعصبية هي عن طريق قدوة إنه لو أنا عايز أعلم ابني النظافة برميش حاجة مش باكرة عربية أكيد لأنه أنا قدوة بتاعه أهم ما زعقشي فإبني زعق أكيد الأب والأم عصبيين أه طبعا من هو يجب العصبية منين لازم يغيروا بقى أسلوبهم فورا علشان كده لغاية سن 18 اللي هو سن الطفولة بتاع منظمة الصحة العالمية تمام أي طفل هيتعالج لازم يتعالج من خلال علاج أسري لأسرة كلها ككل اللي لازم لأسرة كلها أصال تعديل أكيد مش هو اللي أنا أقوله علي إيه اللي هو اللي عنده المشكلة الماضي العياني التعبان المؤرفة ما ينفعش إحنا كلنا متحملين المسئولية أكيد ومتحملين مسئولية العلاق كمان واتشت ما تخليش حاجة تفوتك